افضل خمس مودات في لعبة جيتي اي صن اندرس قبل ما نبدأ لا تنسوا لكم الاشتراك ويلا شباب المود الاول هو مود اخراج الدخن من الطائرة طبعا رح اوريكم طائرة معينة شباب ليس كل الطائرة تخرج دخن طبعا دخن احمر طائرة معينة لذلك سنحصل عليها من قائمة الغش اكيد اوكي نروح الى الطائرة بلانس بعدها نروح الى اخر واحدة هذي شباب ستونت بلان ترونها نضغط على هذي الطائرة طائرة شباب الحركات تعرفوها اتوقع يوجد مهمة عليها في مهمات اللعبة يعني تلعب بها وتقوم بحركات وتدور في السماء المهم لما تركب هذا الموض يظهر علامة صح شباب ترون علامة صح تحت الخريطة لما تضغط عليها رح تخرج دخن احمر انظروا شباب دخن احمر واضن هذا يوجد شباب من دون موض ولا شيء يوجد في نسخة البلاي ستيشن 2 نسخة البلاي ستيشن يعني لا مع الاسف لما نطير بشكل جيد انظروا انظروا الغباء كيف لاحظتم شباب اقسم بالله ان القيادة مرة معوقة انظروا ها وراح ننتظر يلا مرة بسرعة خلينا نكمل في استكشاف الموضي يلا الحمد لله مرت بسرعة في نسخة الهاتف تمر بسرعة تلك الكاتسين الموضي خلينا نخلي شباب الجو في النهار لكي نرى بشكل جيد اوكي بهذا الشكل نرى ذلك الدخن بشكل جيد بعدها ننزل شباب الى اسفل ونجرب ذلك الدخن هاي يا سي جي طريق امامك وتقفز اوكي نعم هنا شباب سنحصل على تلك الطائرة مرة اخرى يلا بهذا الشكل بلانس اخر واحدة هاكذا يلا يلا متحمس لكي اوريكم طبعا كما قلت لكم شباب هذا الدخن موجود تستطيع تفعله في نسخة البلاي ستيشن انا جربته في البلاي ستيشن 2 لادري اذا في البلاي ستيشن 3 وال4 وال5 موجود يعني تستطيع اظهار هذا الدخن الاحمر تضغط شباب على زر الانالوغ في البلاي ستيشن تضغط عليه زر ال L3 اتوقع او تضغط عليهم في اثنين ال L3 والL3 في نفس الوقت L3 والR3 وليس قلت مرتين L3 المهم تضغط عليهم في اثنين في نفس الوقت او على ال L3 فقط بعدها يطلع هذا الدخان الأحمر وراء هذه الطائرة بالضبط في نسخة البلاي ستيشن ولا أعرف في البي سي ماذا تضغط لي كي يظهرها أو لا تظهر نهائيا في البي سي والله لا أدري لي يلعبون في البي سي يخبرونا في تعليقة هل هذا الدخان يستطيعون إظهاره في نسخة البي سي أم لا انظروا شباب وفي الهاتف في الهاتف من دون هذا الموض ما تقدرون تظهرون هذا الدخان نهائيا في هذه الطائرة تركبون فيها وكل شيء ما راح تظهر لكم علامة الصحة لتحت الخريطة لكي تضغطوا عليها بعدها يظهر هذا الدخان وتقدرون أنكم تطفوه بهذا الشكل لاحظتم وتشغله في أي وقت تريدونه وتلفون بهذا الشكل وتشوفوا انظروا انظروا اقسم بلايه انه مرة رهيب طير 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 ورهيب شباب اقسم بلايه انه استوري يلا حركة العيونكم يلا روح روح لا 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 ليست هذه الحركة اعدرونا شباب اعدرونا اوكي راح ألف شباب راح أصير سريع هكذا بعدها انظروا اللفة يلا هذه العيونكم يلا روح وسقطنا مع الاسف اوكي الان شباب راح نروح مع بعض الى الموض التاني يلا الموض التاني هو موض اضافة طيارين الى الهليكوبتر شباب لانه كما تعلمون البعض منكم يعلموا البعض لا اتوقع في طائرة الهليكوبتر شباب الهليكوبتر الخاصة بالشرطة هليكوبتر الاخبار لما يأتون ما فيهم اي راكب ورح اوريكم هذا الشيء اظن بانكم لم تصدقوا لذلك راح اوريكم هذا الشيء راح افعل اولا الصحة الدائمة شباب لكي لا اموت ورح احصل على ست نجمة شرطة اوكي وانتد بهذا الشكل الان ستأتي الهليكوبتر شباب وسأستخدم موض النوكليب لكي اطير ورح اوريكم بان ما فيهم اي راكب من الداخل اوكي هايا هليكوبتر انظروا انظروا لا مع الاسف شباب تمر بسرعة ما اقدر اشوف ما فيها في الداخل انظروا ها انظروا في الداخل شباب ما فيها اي احد ها لاحظتم لقد بينت ما فيها اي شخص في الداخل حرفيا لان اريد صراحة ان اريكم هليكوبتر الاخبار شباب ايضا هايا هليكوبتر الاخبار يلا يلا شوف شوف ما قدرت أشوف بشكل جيد لكن راح أوريكم شباب يلا روح 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 أيضا شباب نفس الشي ترون من الداخل ما فيها أي أحد راح نركب الآن ذلك الموضل اللي يخلينا نضيف يعني طيارين داخل الهليكوبتر عدت لكم شباب نصبت ذلك الموضل الآن راح نشوف مع بعض يلا هناك ها لاحظتم من الداخل لقد رأيته أنا راح أوريكم لكي ترون شباب يلا تعالي إلى هنا خلينا نشوف يلا الله تروحي أرجوك لا شباب مع الأسف يا رايحة انظروا لا أدري وين رايحة شباب ترتفع وهاكذا اوكي خلينا نروح اخرى اخرى نعم خلينا نشوفها شباب هليكوبتر أخبار يلا اوكي هايا هايا نعم ها هي شباب ترون واحد في الداخل ليس شرطي أو شيء واحدة كذا يبدو بأنه هاكذا طيار شباب انظروا انظروا يرتدي يعني لبس هاكذا منظم وهاكذا اوه اتنين ليس واحد انا ارى اتنين شباب انظروا واحد والله لا أدري كم واحد راكب يعني اوكي ترون شباب ترون من الداخل اوكي اظن انكم لا ترون بشكل جيد لكن يلا اوكي ها شباب انظروا اتنين مختلفين واحد يعني مختلفين مختلفين شباب ترون من الداخل يلا هليكوبتر الشرطة نشوفها نعم اين هي هليكوبتر الشرطة الغبية ها هي ها هي شباب انظروا هليكوبتر الشرطة فيها شرطة من الداخل لا تلاحظون هذا شرطة يقودونها انظروا انظروا حتى مخرج يده من نافذة هذا الهليكوبتر شباب مخرج يده ووعو مع الاسف موت لماذا انا نفعل السحة الدائمة المهم شباب فهمتم المود هذا هو المود الان راح نروح مع بعض الى المود الثالث يلا المود الثالث يا جماعة الخير هو مود انعكس الواقعي للسيارات طبعا لكي نفعل المود لازم شباب نروح الى الاعدادات الا هنا option بعدها الى اعدادات الرافيك هذا هي بعدها نروح الى هذا الخير punto نخله ماكس شباب طبعا بعد ما نركب هذا المود راح يخلي انعكس السيارات اكثر واقعية هو من قبل يكون لما تخلي ذلك الخيار ماكس يخلي السيارات فيهم انعكس لكن لما تنصب هذا المود اسمه car reflection انعكس السيارات الواقعي لما تنصبه راح يخليها يعني كأنها كروم شباب انظروا كيف تلمع بشكل اقوى من كما كانت يعني من قبل تلمع اكثر واكثر انظروا كيف شباب وتنعكس فيها الاشياء وهكذا انظروا البنايات تنعكس فيها شباب انظروا ينعكس فيها كل شيء الاشجار وهكذا ماذا تريد هذه الفتاة اذا بي من هنا نقلعي يلا خلينا نستكشف الموضع على راحتنا المهم شباب انظروا ترون كيف تنعكس فيها الاشياء اوكي والله رائع انظروا فوق غيطاء المحرك ينعكس فيها ذلك الشيء الاصفر خلينا نشوف اين هو في اين هو هنا يعني اوكي اين هو شباب ذلك الشيء الاصفر فوق ترونه ذلك الشيء الاصفر وينعكس فوق غيطاء المحرك ترون الواقعية كيف انظروا انظروا للمعانو هكذا اقسم بليه ان الموض مرة واقعي وخرافي وما يسبب يعني لاقف اللعبة او شيء شباب انا الان اسجل اسجل لكم ولا يوجد اي لاقف اللعبة حرفيا فما بالك لو تلعب يعني ومن دون يعني ما تسجل او شيء راح يكون شيء قسطوري انظروا انظروا كل شيء يلمع شباب حتى الشاحنة انظروا الشاحنة تلمع يا الله افضل من قبل حرفيا واو يا الانفرنس اوف 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 انظروا شباب سيارة الانفرنس ما شاء الله انظروا راح اختار اللون الابيض يا حبيبي انظروا كيف تلمع يا الله ما شاء الله يا الموض واو شباب اقسم بليه انه صار افضل بكثير من قبل شباب انظروا صح انها كانت تلمع من قبل يعني لما تخلي ذلك الخيار لكن الان اصبح يعني يلمع بشكل كبير انظروا انظروا شباب كل شيء شباب الدراجات حتى الدراجات اظن هذا خليني اشوف انزل انزل يلا لكي نشوف دراجتك هل هي تلمع اوو دلك الشرطين لاحظتموا خليني نشوف هل حتى يعني الدراجات لا الدراجات يعني عادية شباب ترون لا تلمع او شيء لكن السيارة وكل المركبة فهي خرافية بهذا اللمعان انظروا انظروا يوه الله اسطوري الموض الان راح نروح مع بعض شباب الى الموض الثالث او الرابع ولا ادري الصراحة اكم نسيت يوه الموض الرابع شباب انا من بداية الفيديو انا متحمس له الصراحة اوكي اللي هو موض رمي السيف اوكي انا لقد خرجت من اللعبة نصبت الموض بعدها رجعت طبعا رمي السيف واوه راح يرصب مباشرة سيف امامنا اوكي كيف نفعل الموض راح اضغط شباب هكذا اوكي نعم لقد فعلته صحيح لقد تذكرت شباب المهم لي انه انا الصراحة انسى الازرار اللي لازم اضغطها لكي يتفع الموض المهم شباب انظروا راح اضغط على الزر الاخضر اللي في الاسفل لما اضغط عليه راح يرمي السيف انظروا انظروا كيف يلا اوه لا لم اصيب اي احد مع ان هناك عدد كبير من الناس يلا هيا يا سي جي ما بيك لازم نقيم او ماذا خليني اقيم هيا ارمي لا لم اصيبه غريب شباب كيف كيف يلا لا مع الاسف لم اصيب اي احد اوكي يلا هيا هل اصبت احد لم اصبه شباب اوه اصبته احد يا الله كيف دخل فيه السيف انظروا نايس يلا مرة اخرى اوكي ارمي لا لم اصيب اي احد مرة اخرى يلا اوكي اوه ذهب الى هناك شباب لم يصب اي احد لماذا هيا يا مرة اخرى لا مع الاسف لم يصب اي احد والله مض اسطوري اوكي يلا يلا يا سي جي لا تفشلني اصيب اي احد اوه اصبته شوفو شباب شوفو اوكي حتى الناس خافوا لما رأوا هذا الشي يلا ارمي ارمي اريد ان اصيب احد وانا بعيد يعني لا ادري كيف يرجع له السيف صراحة اوكي لقد رجع له يلا ارمي وقربت اصيبها شباب لاحظتم الموض اسطوري يلا مرة اخرى يلا اصيبها يا سي جي لا تفشلني يلا ارمي يلا لماذا لا يصيبها شباب لماذا اوكي خليني الغي تفعيل الموض بعدها افعله مرة اخرى هكذا الغيت تفعيله اوكي لان فعله مرة اخرى بهذا الشكل يلا مرة اخرى ارمي لا يا سي جي يلا يلا نريدك ان تصيب تسمي لي انه فخم فخم الموض بشكل غير طبيعي يلا يلا تعال تعال انت يلا هراب تعال اوكي يهرب 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 اوه لم اصيبه اريد اصابته يلا اوه اصبته اصبته نعم شباب انظروا انظروا وايضا يوجد انميشن لما يموتوا شباب انميشن لهذا اوكي انظروا ها ها انظروا هايا الان تظهر بشكل جيد لاحظتم انميشن لما يسقطوا على ركبهم بعدها يسقطوا في الارض شباب اقسم بلي انه فخم فخم الموض بشكل غير طبيعي يلا ارمي بوم هنا يوجد عدد كبير من الناس نجرب عليهم يلا في اران تجارب انظروا انظروا اوكي راح يبلغون الشرطة هذه الاغبية شباب تعال تعال يلا ارمي ام يلا اصيبوا اصيبوا اوكي راحت الى هناك يلا مره اوه ويه دفنا ا testosterone انظروا شباب كمية السيوف اللي هنا يلا مره اخرى بوم في كرشو شباب انظروا ناي جميل جدا الموض شباب والله هي موضات فخمة جدا موجودة في لعب الجتي اي سان ان درس ونحن ولا نعرف انظروا هذا في رأسه مباشرة مرات في رجل ومرات أو مرات في كرشو ومرات في رأسه لاحظتم شباب هيا نجربه مرة أخرى يلا لم أصب أي أحد ماذا يا سيجي أمامك ولا تستطع إصابته نحن أسفين يا الجد والله إلا أدري قضيت عليه يلا أنت الأخيرة سيبلغ الشرطة شباب يلا يا سيجي لتفشلني شرطي شرطي في رأسه رهيب رهيب شباب الآن راح نروح مع بعض إلى الموض الخامس والأخير يلا الموض الخامس والأخير يا جماعة الخير اللي هو موض في غلق أبواب السيارة مثلا سأختار هذه السيارة يلا أنزل أي سيارة بطبيعة الحل شباب أستطع أن أركب فيها بهذا الشكل لازم أركب بطبيعة الحل لكي يتفعل الموض ما أقدر يعني أنا ونازل أغلق أبواب السيارة مثلا انظروا هذا الشخص يريد أن يأخذ سيارته مني راح أضغط هكذا شباب راح يغلق الأبواب شباب الآن مغلوقة هي خليني أدهسه مثلا أو شيء أو هذا شباب هذا صاحب الطاكسي انظروا سيأتي إليه لكي يفتح باب السيارة هي مغلوقة ما راح يقدر انظروا لذلك راح يضربني ما راح يحاول أصلا أن يفتح باب السيارة انظروا شباب كل غبي راح أفتحها له فتحتها له الآن راح يقدر يخرجني من السيارة شباب انظروا يلا خرجني خرجني ما يقدر أوكي راح أنزله أنا وأركب شباب انظروا بعدها راح أغلق مباشرة أبواب السيارة يلا غلقت لا كيف قلتشت مع الأسف المهم يلا راح أركب مرة أخرى شباب أوكي اركب اركب وانطلق انطلق هكذا اغلقوا مع الأسف شباب لأن الباب فانكسر ما أقدر يعني راح أغير السيارة يلا أوكي افتح واركب أوكي نايس هكذا بهذا الشكل الآن شباب راح أركب في سيارة وما رأيكم في سيارة اللي كي يأتي إليه بنسبة مئة بالمئة يلا اركب واغلق الآن شباب لقد أغلقت باب السيارة انظروا يلا يفتح نعم الغبي شباب انظروا ما يقدر ما يقدر يفتح لذلك راح ما راح يقدر يسوي أي شيء لأن غلقت السيارة بطبيعة الحال أوكي وش قاعد يسوي وات يلا تفهموا معايا غروف ستريت يلا اضربوه اضربوه سرق السيك الشباب سرق البي ام اكس الخاصة بغروف ستريت أظن لو السراق انظروا سائق طاكسي يسوق في يعني في البي ام اكس انظروا شباب نادرا ما يحصل أتوقع هذا المهم خلينا شباب نحصل مثلا على نجمة شرطة مثلا هذا الغبي تعال تعال يا الشرطي يلا أبلع لقد أتى الآن شباب سأذهب إلى السيارة أوكي يلا يلا مثلا هذه السيارة يلا ما راح أرجع إلى الطاكسي راح أغير وهكذا أوكي وليقبض علينا يلا لا 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 يقبض علينا المهم سأغلق باب السيارة ها شباب locked the door are locked الأبواب مغلوقة ما راح يقدر يسوي الشرطي الغبي شباب انظروا حتى الـ غروف ستريت هم يتفهموا معه ادهس ويدهس وبلع يلا نجمتين شباب نجمتين يلا انظروا سيأتي لا يريد أن يأتي بلع وهذا سيأتي شباب يلا تعالي كي نرى ماذا سيحدث يلا انظروا الباب مغلوقة شباب ما يقدر يسوي شيء حرفيا لذلك سيطلق نفتح له الباب شباب يلا فتحت له الباب unlocked the door is unlocked لا لم يقبض علي أوكي غريب الصراحة المهم فهمتم الموض شباب هذا هو الموض يعني خلينا نركب في أي سيارة ونغلق أبواب السيارة وهذا الموض حرفيا راح يساعدنا لما يعني يكون عندنا نجمات شرطة وكذا وما نريدهم يعني يقبضوا علينا الشرطة نفعل هذا الموض راح نغلق أبواب السيارة يعني ما راح يفتحوا نهائيا ونحن نفتحها لهم بكيفنا يعني في أي وقت نبغاه نحن المهم هذا يلموض شباب أتمنى تكون عجبتكم أعطوني رأيكم في التعليقات ولا تنسوا والله الاشتراك ويلا شباب أشوفكم في الفيديوهات الجاية إن شاء الله ومع السلامة أم سي جاي